موسيقى مساء الخير بينما الموسم الدراسي الجديد يطرق أبواب ملايين الأسر في السعودية يعيش التلاميذ والطلاب وكذلك الأسر في خضم عاصفة من التساؤلات حول ظروف التعليم عن بعد في الشهر القادمة هل سيمتد هذا الشكل من التعليم الآن في المدارس والجامعات حتى نهاية العام أم ستعود الدراسة حضوريا بعد انتهاء السبع تسابيع التي أعلنت عنها وزارة التعليم ماذا أيضا عن البدائل التي سيتم اتخاذها حتى تطمئن كل أسرة على أبنائها من الطلاب والتلاميذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي في سؤال مباشر مع الوزير مرحبا حياك الله معنا في سؤال مباشر شكرا لتلبية دعوة البرنامج وكل عام أنت بخير كل عام أنتم بخير وأهلا وسهلا بكم أستاذ خالد وسعيد بوجودي معكم قررت وزارة التعليم أن يكون التعليم في هذا العام عن بعد والجامعات في التخصصات النظرية لمدة سبعة أسابيع بسبب جائحة كورونا سؤالي لك كيف تم اتخاذ القرار؟ ما الذي جرى بكواليس الاجتماعات أولا؟ طبعا القرار هو تكاملي وتشاركي ما بين الجهات المعنية وفق طبعا اهتمام القيادة حفظها الله بسلامة وصحة جميع منسوب قطاع التعليم سواء من طلبة أو معلمين أو أعضاهي التدريس أو إداريين أو مدربين والخيار الأساسي أو الأولوية الأولى هي لسلامة وصحة وتقليص مخاطر التعرض لأي عدوى لا قدر الله وفي نفس الوقت تحقيق الأهداف التعليمية فالقرار جاء بالتوافق ما بين الجهات سواء وزارة الصحة أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة تقويم التعليم أيضا ويعني كل الأجهزة يكمل بعضها البعض في هذا المجال من أجل الوصول إلى قرار يتوازن بين الأولويات ويحقق المصلحة لجميع شرائح المجتمع الآن تم اتخاذ القرار قرار التعليم عن بعد لكن هل لك أن تطلعنا على السيناريوهات التي تم مناقشتها خلال فترة الاجتماعات والسؤال آخر أيضا أن الناس أيضا تسأل ليش تأخرتم في إقرار التعليم عن بعد أخذتم مقت طويل أظن قبل بداية الدراسة بسبوعين إلى ثلاثة سابقا هو مدام أنه اتخذ قبل الدراسة فهذا هو الأهم لكن إحنا عدينا دراساتنا منذ نهاية الفصل السابق وبدأنا بعمل سيناريوهات للمدارس في النطاق الأخضر وفي النطاق البرتقالي وفي النطاق الأحمر والمدارس تعتمد عملية ووضعنا نماذج تشغيلية مختلفة لها وفقا للإجراءات الاحترازية وتم وضع قواعد ووضعت أدلة استرشادية هذا بالنسبة للمدارس بالنسبة للجامعات نفس الشيء أيضا أعطيت أدلة استرشادية وهي تستطيع أنها تفصل ما تريده في الجوانب التطبيقية أو في الجوانب النظرية بالنسبة للتعليم العام كانت عندنا قضية أن المدارس تختلف بحسب حجم الفصول مدرسة في قرية ومدرسة في ضاحية بحسب الكتافة في الفصل أيضا فأنت لا تستطيع أن تسوي مثلا فترتين في الدراسة إلا إذا كانت عندك مثلا ضوابط معينة ويبغى لها ترتيب أيضا بالنسبة للمعلمين كل هذه طبعا تم وضع الخطط لها وكل شيء ثم بعد ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في البداية ثم بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات التي تتعلق بالوزارات الأخرى مثل وزارة الاتصالات لأنه صحيح نحطينا السينوريوهات بالنسبة للنطاق الأخضر والبرتقالي لكن النطاق الأحمر أيضا يضع أنه جميع الدراسة تكون فيه عن بعد فمعنى ذلك يجب أن يكون عندي خيارات متعددة للشخص للطالب نفسه أنه يصله البث في كل نقطة في أنحاء المملكة وبعض المناطق قد لا يكون عند الطالب جهاز أو قد لا يكون عند الطالب تغطية للاتصال بالإنترنت هذه حنفصل فيها مع الوزير ونحصله بطريقة أخرى حنفصل فيها لكن ودي أسألك عن تعرف أن وزير الصحة في حلقتنا السابقة من سؤال المباشر قال بأن الوزارة ستدرس الوضع بعد سبعة تسابيع وبناء عليه سيتم إقرار إكمال الدراسة عن بعد أو حضوريا السؤالي من الجهة المسؤولة التي تقرر العودة من عدمها الآن وزارة الصحة أو وزارة التعليم لا الجميع مسؤول لأن المسؤولية تكاملية وتضامنية بين الجهات الحكومية المعنية بذلك لا تستطيع وزارة التعليم أن تتخذ قرار قد يضر بالصحة العامة ولا تستطيع وزارة الصحة أيضا أن تنفرد بقرار أيضا هو قرار توافقي ونحن نعمل مع بعض أنا ومعالي وزير الصحة ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي أيضا رئيس هيئة تقويم التعليم بما يحقق تطلعات وأهداف وصول التعليم وأيضا المحافظة على السلامة والصحة بالنسبة للطلاب والمعنيين أو أعضاها التدريس الآن بالنسبة للجامعات مراعاة الفروق أيضا في المرحلة العمرية في طلاب عندهم مستوى المسؤولية ويستطيع أن يطبق الإجراءات الاحترازية وفي مرحلة عمرية قد لا تستطيع أن تتحكم فيه بالشكل الكافي فالقرار مشترك بما يحقق المسؤولية وجميع الجهات التي ذكرت وإن كان أيضا غيرهم أيضا مسؤول تضامنيا من أجل إنجاح هذا القرار والوصول به إلى ما يحقق تطلعات وأهداف القيادة وفي نفس الوقت يحقق المصلحة العامة التقييم سيكون بعد سبع أسابيع من بداية الدراسة لماذا تم اعتماد هذا العدد من الأسابيع؟ والله هذا بطلب طبعا من وزارة الصحة أنه أولا هناك في قبل أكتوبر تبدأ حالة الإنفلونزا الشتوية ومعنى ذلك انتشارها يؤدي إلى شك في وجود الشخص أنه عنده أيضا لا قدر الله أنه أصيب بالفيروس وفي نفس الوقت أيضا للنظر إلى الابتدعات عن ما يسمى بالموجة الثانية من الجائحة والسبع أسابيع كفيلة أيضا بأن تعطينا بعد عن النور في نهاية النفق إن صح التعبير وإن كان إلى الآن لا يستطيع أحد أن يجزم حقيقة بأين ما هي مسافة النور في نهاية النفق من ما نحن واقفين أمامه ولا أي شخص في العالم بكل صراحة فنحن نتحدث ونتكلم عن حالة استثنائية في العالم كله وحالة استثنائية ويقدم فيها تحلل المخاطر على كافة المستويات وفيها إجراءات تعتبر استثنائية أيضا وفي دول في تجارب دولية نحن كوننا الآن لجنتين لجنة للتعليم الجامعي ولجنة للتعليم العام في البداية في التقييم لكافة الاحتمالات تمديد أو تقليص أو ما إلى ذلك من الآن على أساس يعطونا الإجابة خلال إن شاء الله خمسة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التقييم الخمسة أسابيع هذا تبع الوزارة وزارة التعليم والسبع أسابيع تبع وزارة الصف تبع الوزارة على أساس يكون جاهز لجميع المسؤولين من الصحة ومن غيرها بحيث أن أيضا نتفق على نفس القرارات وزير الصحة في اللقاء قال بأنه لن تكون هناك عودة للدراسة إلا بتوفر اللقاح فبالتالي سيمتد الموضوع حتى لو صار تقييم بعد موجود لقاح سيكون سبب في استمرار التعليم عن بعد هذا الشكل هو هنا يمكن الموضوع أول شيء توفر اللقاح الشيء الثاني إعطاء اللقاح لمثلا الطلاب والمعلمين المعلمين وجميع من هم في البيئة المدرسية هذا شيء منفصل لكن عندنا أيضا حالة إذا كان هناك انخفاض في مستوى التعرض في تعدي لمرحلة الإنفلونزا الشتوية تقلل من المخاطر كل هذه الأشياء على أي حال لا يمكن حجز أو خلينا نقول ربط القرار بشيء يعتبر مجهول إحنا لا بد أن نتكيف وخلينا نقول نتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع أو يتعرض لها أبنان الطلاب وجميع الهيئة التدريسية في مختلف البيئات ونقدر ذلك وبعد ذلك نجلس ونناقش الموضوع وهو مرتبط بتقييم يعني مشترك ما بيننا وما بين الشركاء اللي حددوا وهي وزارة الصحة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأيضا هيئة تقويم التعليم وإن شاء الله يعني نخرج بما فيه ما يحقق المصلحة إن شاء الله اليوم فيه تجارب أيضا لبعض الدول دول شقيقة يعني على سبيل المثال لأردن أنت تعلم مثلا في أن مدرسة أغلقت بسبب حالة وحدة لطفل كانت مصاب أو معلم وتم نقل العدوى إلى كل المدرسة تقريبا وبالتالي حتى الآن يتم التفكير في إعادة النظر في مسألة التعليم الحضوري واعتماد التعليم عن بعض وكأنه هو الخيار الأنسب اليوم في هذه المرحلة من الجائحة خلينا أسألك عن الآلية المعتمدة الآن للتعليم عن بعض يعني هو ممكن سميها أنه مدرستي في بيتي بهذا الشكل بدل ما الطالب يكون في المدرسة سيتم العمل بنفس الشكل ولكن من البيت أليس كذلك صحيح كل مدرسة الآن يفتح مدرسة مناظرة لها عن بعد يكون فيها جميع المعلمين وقائد المدرسة والوكلة والإداريين ويستطيع ولي الأمر أيضا الدخول أيضا يدخل كل الطلاب وينزل الجدول يتم من خلال قائد المدرسة إنزال الجدول يدخل المعلم في وقت الحصة أو الدرس مع طلابه ويشرح لهم أو يستخدم ما يتم تزويده به من شرح في قنوات عين الفضائية ثم يستطيع أن يفتح النقاش مع الطلاب ويستطيع أيضا أن يعطيهم تقييمات يومية لاختبار نواتج التعلم وما تعلمه الطلاب وأيضا يستطيع أن يعطيهم تقييمات أو واجبات أو اختبارات أسبوعية ليقيم نواتج التعلم في الأسبوع المدرسة هي مدرسة تقريبا يحضر فيها أو على وجه الدقة يحضر الطلاب والمعلمين في وقت واحد يقدم الدرس للطلاب يتم النقاش يتم التقييم يعني هل يكون فيه تفاعل بين الطالب المدرس نعم أسئلة ومشاركة وأيضا وتحضير أيضا للطلاب جميع المشاركة ويتم ويتم إخراج مؤشرات يومية على وقت الدخول على نسبة المشاركة بالنسبة للطلاب بالنسبة للمعلمين المشاركة في التقييمات في الاختبارات كلها تطلع على مستوى المدرسة ثم على مستوى المكتب ثم على مستوى إدارة التعليم بشكل آلي وأيضا ولي الأمر يستطيع أن يدخل لا ننسى أيضا أنه في مثل هذه العملية مشاركة ولي الأمر والأسرة خصوصا للصفوف الأولية مهمة ومتابعتهم لما ينجزها الطالب ومتابعتهم لما يحصلها الطالب والدخول أيضا والمشاركة في داخل المدرسة كولي أمر طيب في كثير من النواحي هذه معادي الوزير راح نناقشها أيضا في هذه الآلية وكثير من أسئلة الناس أيضا حول هذه الآلية ولكن بعد فاصل قصير نعود للمتابعة مع وزير التعليم السعودي في سؤال مباشر دكتور حمد آل الشيخ أهلا بكم الجديد في سؤال مباشر ضيفي هو وزير التعليم السعودي دكتور حمد آل الشيخ دكتور حمد مرحبا بك معي من جديد كنت تتحدث عن الآلية المعتمدة للطلاب الآن في إطار التعليم على البعد وقرار المتقد من قبل وزارة التعليم السعودية وتحدثت عن مسئولية العسرة تعرف الكثير من العسر معادي الوزير يعني أنا وفق الشكل اللي ذكرته هذا يعني أنه ولي الأمر لازم يكون حاضر مع الطالب أو التلميذ وخاصة في الصفوف الأولية هناك الكثير من الأسر الأم والأب في أعمالهم في أشغالهم فبالتالي المسئولية ستكون أكبر هذول يأخذوا إجازة وتعطوهم أنتم رواتب على أساس يكونوا عندهم في البيت من الطلاب لا طبعا لذلك إحنا حطينا المرحلة الابتدائية يبدأ الدرس الأول من الساعة الثالثة لكي نضمن على الأقل أن أحد الأطراف من الأسرة موجود ليتابع طبعا هو مهم جدا خصوصا في الصفوف الأولية أن يتابع أن تهيأ المكان وكأنه فصل وتهيأ الطاولة والكرسي وأن يلبس الطالب الزي وكأنه في مدرسة هذه وأن يزاول بداية النشيد الوطني ثم بعد ذلك بعض الحركات الرياضية لكي يحس وكأن المدرسة لم تنقطع إنما هي حضرت عنده في البيت وعلى هذا الأساس يتم التوجيه الأسرة دورها مهم جدا لا نستطيع أن نضمن أن كل الأسر ستكون في مستوى واحد لكن على الأقل عندما في البدايات يجب أن يشاركوا بمشاركة فعالة إلى أن يتعود الطالب لأنه ليس من السهولة أيضا أنه تلزم الطالب بأنه يمكث أمام جهاز أو يمكث أمام التلفزيون وأن يأخذ القلم ويتابع الدرس مع معلمه أو معلمته هذه تحتاج إلى عملية ضبط إلى عملية تدريب وبدون شك بيكون فيها صعوبات ونحن وش الصعوبات اللي فكرتوا فيها والتحديات معدن الوزير الصعوبة أحيانا الطالب الصغير عنده ضعف القدرة على التركيز لمدة عشرين دقيقة على جهاز فهذه هذه جوانب في بعض المهارات التي لازم أحد يأخذ الطالب ويعلمه نحن نطلب من معلمين ومعلماتنا أن يدخلوا في الفصل الافتراضي طبعا في اليوم الواحد سيكون هلانك فتح لأكثر 250 ألف فصل افتراضي كل فصل افتراضي يدخل فيه المعلم أو المعلمة مع طلابهم ويشرحون لهم في بعض الجوانب أحيانا اللي في الفصل الحقيقي تتطلب من المعلم أو المعلمة أن يدور بين طلابه وأن يطالع كتابته وخطه وإملائه وأن يصحح له صحيح هذه لا تتهيأ هنا يجب أن يكون من الأسرة من الأب من الأم من الأخ الكبير من الأخت الكبيرة لذلك كان عملية وضع أن يكون الدراسة في المرحلة الابتدائية مسائية أكثر أيضا وضعنا طال عمرك أن المدرسة سيحضر المعلمون فيها يوم لكي يراجعوا مع الطلاب أو مع أولياء أمورهم اللي هم بحاجة للمراجعة يسلموا التكلفات أيضا لكلفوا بها إذا لم يتم تسليمها إلكترونيا يسلموها ورقيا كل هذه من أجل الحرص على أن نحن نستطيع أن نحصل نواتج تعلم بأعلى مستوى ممكن في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها تقديم السلامة وتقليص المخاطر التي يتعرضون هو كما قلت أن المدرسة ستنتقل إلى البيت الحصة الأولى ستكون في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الحصة الأولى في المدرسة سبعة ونصة وثمانية أنا ما عندي مدقة وحيكون أيضا نعتقد في فسحة يعني بعد الحصة الثالثة نفس الشكل ثم ثلاثة أو أربع حصص حتى نهاية الدوام الرسمي اللي هو ممكن يصل إلى ثساعة ثانية ظهرا يعني حسب عدد الحصص اليومية الآن سيكون دخول المنصة إلزامي على كل الطلاب معلوزير بأذا الشكل سيكون إلزامي على كل الطلاب على كل المعلمين على كل الهيئة التدريسية اللي في المدرسة جيد بدون شك لكن قد يكون هناك طالب لا يستطيع الدخول لعدم وجود تغطية مثلا في المنطقة هناك بعض المناطق التي قد لا يكون فيها تغطية صحي احنا الاحتمال هذا لذلك لدينا عشرين قناة تلفزيونية فضائية تبدأ من الساعة السابعة ثلاث ست قنوات لالابتدائي كل قناة لصف تبدأ بالدرس الأول تبدأ أساسا بالنشيد الوطني ثم بعد ذلك حصة تربية بدنية ثم بعد ذلك الحصة الأولى إلى نهاية الحصص ثم تبدأ تعيد بثها إلى يوم الغد فأيضا الذي لا يوجد لديه قدرة أو متابعة أو ما إلى ذلك يستطيع أن يبدأ أيضا أو يأتي في وقت لاحق وينظر إلى الإعادات أيضا هذه الدروس يتم وضعها وأرشفتها في قنوات اليوتيوب لأيضا الطلاب الذي فاته حصة أو فاته درس ويريد الرجوع له في وقت لاحق أو ولي أمره يريد أيضا أن يراجعه مع ابنه أو مع ابنته فيستطيع الذهاب إلى هذه الدروس إذا لم يستطع الذهاب إلى قنوات إلى نفس مدرسة بذاته طيب أنت المدرس سيقيم الطالب عن بعد إذا كان لديه جهاز هو الآن لا يشترط لابتوب يعني ممكن الطالب يدخل من الجوال وبالتالي في بعض الأسر الله يعينها ستكون مضطرة لأنها تشتري لطلابها جوالات وفي أسر تتعرف أنه ما هي مقدرة ما هي قادرة على هذا الموضوع إذا ما توفر لها لابتوب تقريبا النسبة كبيرة جدا اللي يوجد عندهم أجهزة ذكية بمعنى جوالات ذكية ويستطيع الدخول من من أي جهاز حقيقة ذكي جوال أبوه جوال أمه جوال أخته جوال واللي ما يقدر إحنا ما نحبذ الجوال إحنا نحبذ أن يكون جهاز أكبر من الجوال جيد ويكون الشاشة يعني واضحة للطالب لكن أيضا الطلاب الذين لا يوجد لديهم القدرة المادية وهم طلاب يعني قد يحتاجون إلى مساعدة مؤسسة التكافل أيضا هي ستقوم بتوزيع بعض الأجهزة للطلاب الموجودين في قوائمها اللي يعتبرون من يعني قدرتهم المادية أقل من قدرة زملائهم من أجل أنه ينفذون في مبادرة أيضا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قضية توفير أيضا لطلاب الذين أسرهم ضمانيين أيضا ما يستطيع لا من هنا ولا من هنا عندنا البث التلفزيوني على تردد في عرب سات لعشرين قناة يستطيع ولي أمره أنه يتابع معه يستطيع هو إن شاء الله أنه يتابع ويروح يوم واحد في الأسبوع إما مع ولي أمره وبتطبيق الإجراءات الاحترازية ويراجع ويأخذ التكليفات من المدرسة ويعود الأسبوع القادم لكي يستلم نتائجها ويستلم التكليفات الجديدة يعني سيتم التعامل في حال لم تتوفر للأسرة القدرة المادية على شراء لابتوب أو توفر جهاز سيتم التعامل معه كأنه شخص في منطقة لا تصله شبكة الإنترنت يستفيد من قنوات عين تلفزيونية واللي على اليوتيوب وهذا كيف سيتم تقييمهم دكتور بالحضور بعد ذلك سيتم تقييمهم أسبوعيا يأتي إلى المدرسة في يوم واحد وبتطبيق الإجراءات الاحترازية ويأخذ التكليفات الأسبوعية ويسلم تكليفات الأسبوع الماضي لكن ليس هذا على الجميع أيضا هناك من الطلاب الذين سيوفر لهم جهاز إذا كانوا من الطلاب المسجلين في مؤسسة تكافل أيضا عندنا أعتقد مبادرات مع مؤسسات المجتمعية في قضية توفير بعض الأجهزة للطلاب الذين يحتاجون معالي الوزير اسمح لي أنت تعرف أنه فيه إشكالية حصلت في الفترة الماضية من ناحية تقنية عندما في فترة الاختبار التحصيل الصفحة ما تفتح النت يعلق الشبكة يعلق مسألة الغش وفيه جدل كثير يبدور حول هذا الموضوع اليوم كيف نضمن أن تسير العملية التعليمية في ضوء القرار المتخد عن بعد بشكل سلس بدون أي مشاكل أو انقطاع دعني أقول لك أنه لا يستطيع أحد أن يضمن لك أن الأمور تسير بشكل سلس أولا إحنا يختلف الاختبار عن قضية التعليم الاختبار محدد بوقت واحد إذا ضاعت دقيقة وحده لا يمكن أنك تضيعها أو ثلاث دقائق أو انقطع الانترنت عن الطالب هنا في المدرسة لا عندك بدائل كثيرة لعملية التعويض عندك مدى زمني لعملية المراجعة والتقييم للطالب تقييم نواتج التعلم تقديم خلينا مواد علاجية وإثرائية للطالب أو للطالبة في اختبارات ستكون إن شاء الله في اختبارات لا بد أن يكون هناك اختبارات في تقييمات أسبوعية عندنا ما يزيد على مئة ألف سؤال موجودة في مدرسة بنك أسئلة وبعضها يتم الإجابة عليها بطريقة آلية يستطيع ولي الأمر أنه يدخل هو إبنه أو ابنته ويأخذ يراجع الدرس اللي أعطاه إياها المعلم في نفس اليوم ويثبت حضوره كولي أمر ثم بعد ذلك يعطي ابنه الأسئلة ويجايب عليها ابنه ويطالع النتيجة ويطالع التصحيح في نفس الوقت تعلم بأنه بعد علان الوزارة بدأ الحديث والجدل حول المدارس الأهلية وتطور الحديث مطالبات بتخفيض هذه الرسوم الحديث تطور إلى أنه كثير من الأسر حولت طلابها أو أبنائها من المدارس الأهلية إلى مدارس التعليم الحكومي بسبب اتخاذ قرار التعليم عن بعد موقف الوزارة من هذا الموضوع ما هو وهل هناك ضغط اليوم يمكن القول بأنه عدد كبير من الأسر توجهت إلى التعليم الحكومي بسبب هذا القرار أول شيء نشجع المدارس الأهلية على أنها تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تقديم ما يمكن تقديمه وعندنا ما يزيد على ألفين شركة الآن أو مدرسة أهلية إما قدمت تخفيضات للفصل الأول أو قدمت تخفيضات للفصلين بل بعضها قدمت دراسة في الفصل الأول بالكامل المجانية للطلاب فنحن نشجعهم يمكن بقي بعض المدارس ننتظر منها إن شاء الله إنها أيضا تقوم بواجبها نحو الطلاب والطالبات والأسر لأنه في نهاية المطاف إذا انتقلوا هم أيضا سيخسرون طلاب مسجلين لديهم وأيضا سيكون هذا رده إيجابي من المجتمع وأنا في توقع أن الجميع إن شاء الله سيتجاوب وسيقدم مبادراته فيما يتعلق بالتخفيض ويظل العلاقة ما بين الجميع هي علاقة تشاركية ومسؤولية اجتماعية أيضا في ظل ظروف استثنائية خطاتكم المستقبلية لهذا الشيء أنا أقول استشرافكم للمستقبل أو خطاتكم المستقبلية للتعامل مع هذا الوضع في أقل من نصف دقيقة معا لي خطتنا المستقبلية طبعا هذا من جزء من التخطيط المستقبلي إن احنا اشتغلنا على مدرستي اشتغلنا على محتوى كبير جدا في داخل مدرستي أنشأنا الآن إدارة عامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لتطوير نماذج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مستقبل الأيام إن شاء الله عندما تنجلي هذه الجائحة لأنواع تطبيقها في المدارس الصغيرة في المدارس النائية بحيث أنه يصبح التطبيق مرن ونستغله بكل أنواع الاستفادة بما يعود بالجوانب الإيجابية على التعليم وعلى المملكة العربية السعودية وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد الشيخ شكرا جزيلا لك على تواجدك معه شكرا لك هياك نهاية هذه الحلقة مشاهدين من سؤال مباشر ألقاكم في الأسبوع القادم السلام عليكم اشتركوا في القناة